إذا كان العام الماضي أقفل على رسالة رئاسية وضعت النقاط على الحروف داعية إلى حوار لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وأقرار الاستراتيجية الدفاعية والاتفاق على خطة التعافي المالي والنهوض الاقتصادي فالانطلاقة السياسية للعام الجديد تتوقف على موعد اللبنانيين ظهر الغد مع الكلمة المنتظرة لرئيس التيار الوطني الحر التي ستشكل بلا أدنى شك محور النقاش والحوار في البلاد خلال الأيام المقبلة بدءا بخطاب العمين العام لحزب الله السادسة من مساء الاثنين وإذا كان استباق كلمة جبران بسيل مرفوضا سواء بالتحليلات أو التمنيات أو المزايدات فاللبنانيون جميعا مدعوون إلى مواكبتها